موسيقى دكتور عمر النايفر مدير حفظ السحة وحماية الموحيد ببلد تونس دكتور كانت حدثنا عن اليوم التحسيسي هذا اللي يقام بالتنسيق مع بلدية تونس والكشفة التونسية شنو أهداف اليوم هذا وما هي الإجراءات اللي يجب اتخاذها بالنسبة للمواطن التونسي اللي حمايته من انتشار فيروس الكورونا اليوم هذي اللي نظمته بلدية تونس يدخل من بين الإجراءات اللي اخذتها منذ ظهور هالفيروس في تونس نحن تقريبا ثلاثة أسابيع الحملات التحسيسية على مستوى الروضات البلدية وبتعلمات سيدة رئيسة البلدية ونظمنا اليوم هذا لتحسيس المواطنين على أهمية الوقاية هما إجراءات نوع الماب سيتا معتا أكثر منها من اللي هو التصرف شخصي متاع كل مواطن هو أنه كما قلنا التنظيف الأيدي نبتعده على المصافحة على القبلات هذا الكل يجب أن نجنبوه في الفترة هذه وقدمنا شوية فما الفلاير قدمناهم ونواصلوا في اللي بدينا فيهم زيدة توا تقريبا عشر أيام عملات التطهير في مختلف الفضاءات سوى بلدية سوى عمومية كما محطات النقل قمنا بهم قامت بلدية تونس كما تعرفوا بتركيز موزع لهذاك المطاهر الأيدي لجيل مطاهر أكثر من المعاقم الجيل حطت أحواض مائية للغسل الأيدي في عدة أماكن بحثة هنا في شرح ببرجيبة زوز نقاط في برشلونة في البساج هذوما الكل وفرتهم بلدية بيش سهل عملية التطهير المواطنين ويبقى كما قلت راه أهم حاجة هو التصرف الشخصي متاع كل مواطن تعليقكم دكتور على مجموعة الإجراءات اللي تخذها اليسر فخفاخ يوم أمس خاصة أنه تنقصها حسب رايب تبيع المواطن التونسي إجراءات تخص النقل العمومي نحكيه على المترون الخفيف والحافلات الصفراء في بلدنا هو الله يصحي ساعة باش مانكبش عليك ما سمعتش الإجراءات بالذبط الكل لان ما نقيتش الوقت باش نسمحها من اللوه اللخر ما كي تقول لي توا منعاش الوسائل النقل معالسف اللي كمش تقطع الوسائل النقل زادة مش تولي صعيبة ياسر هو تنقل الأماكن العمل متاع المواطنين تبقى يلزم أحنا كما قلت لك بلدية قامت تعقيم الفضاءات متاع النقل لكن الحافلات مستحزن يقع زادة تطهيرها من ترف الشركة المعنية موسيقى احنا ممثلة عن بلدية تونس باعتبارها البلدية هذه مشاركة في هذا اليوم التحسيسي بالاشتراك مع الكشفة التونسية نبدأ بالاسم واللقب وعطينا لمحة عامة حول هذا اليوم التحسيسي مونيرات ويهري فقد صحي بداية ببسويقة إدارة تحفظ الصحة وحماية المحيط اليوم حاملة تحسيسية كما تعرفوا على فيروس الكورونا بدأت تعاون مع الكشفة والمجتمع المدني وكل بلدية تونس قاعدة تقوم هلية مثل كل حاملة تحسيسية وتعاوية باش نقي ورواحنا من الفيروس هذا شنو مع مجموعة الإجرائات اللي تدعي المواطن التونسي قاعدين تحسوا في المواطن التونسي أنه يتبحى للتواقم الفيروس بعمل سيقيا إجرائات اللي قاعدين يعلموا لها في الميديا الكل نركزوا على غسلين يدين نركزوا على الانضافة نركزوا على قاعدين ديجار حمل بلدية تونس تعمل في حملة بتاع تعقيم تنظيف سواء كان المستودعات سواء كان حتى وسائل النقل حتى وسائل النقل قاعد النقل العمومي يعطيك الصحة الكل يعني ولوذية معناها احنا نحاولوا على الأكثر على الوعي بتاع المواطن يعني إنسان ديجار تاههم كل شيء معناها شنو يلزم يعمل كيفش يلزم يعتسوا ليكوح كيفش يعمل دي كيفش يلزم ديما التعقيم ما يسلمش البوس لا اكرا حاجة هذوكم معناها احنا قاعدين نعاودوا فيهم هذوكم باش المواطن يدخلوا في العادات تمتيعوا ويركز عليهم أكثر حسب رأيك أنت الشخصي الآن مدى وعي المواطن التونسي بتطبيق هذه الأجراء والله يفهم أنا حسب اللي رأى فيه موجود من اللول كان فما شوية تهاون شوية معناها ما يخدين هالأمور وشوية باب باللمو بالت يعني صحة طولة طولة تصور المواطنين ولا هو وعين معنات حتى كيفير يركبوا في وسائل النقل ولا ويبعد ولا بعضهم معنات هالمواطن ولا يخسل ولا فمتي فما حالة وعي وفما مع شوية خوف ولا فما الخوف هو لي ولا تحالة يعني صحة شوية خوف ولا المواطن معناها خايف والأولية الإجراءات هذو من كل المواطن كل ولا في بالو بيهم ولا يعرفهم ولا يعرفهم أما إحنا مثلا قاعدين دي ما نحسوا ودي ما نركزوا كل يوم اجتماعات في بلدية تونس كل يوم توصيات كل يوم باش إن شاء الله ربي يسترنا ويستر بلادنا في انتظار إنه الوعي هذا يوصل لكل مواطن يجب أن يخضع لإجراءات الحجر الصحي ليس الفخفاخ رئيس الحكومة يوم أمس عبر يعني على أسف إنه الإجراءات هذي مش قاعدة تطبق أو ما فهم مش وعي من قبل المسافرين الوافدين على بلادنا بضرورة تطبيق هذا الحجر الصحي وليش بشو نقول لك هذا معناها داخل في منظومة كاملة متع الدولة معناتها احنا كبلدية تونس أنا واحدهم نسمعنا جامش هذي وعلي وعي الموت هم قاعدين مكترات أو في المطارات كيفاش قاعدين الواحد الحراري معناها كيفاش قاعدين معناها عاملين اللي علينا المواطن يبقى المواطن وتبقى إجراءات من الدولة هي لزمها تشوف حل اللي جايين ومش قاعدين يتبقوا في الحجر الصحي فهمتني أبار معناها وعي المواطن اللي يزمو خاطر هو المواطن مش يبالو معناها هو رو كيف يحمي غيره عبارة حميروحه زادة فهمتني أنا ما نجيش كما لطول البيحد الجيل ديزينفكتون وكل معناها ما عادش موجودين هو أنا كيف ناخو هذوكم الكل ليا أنا غيري كيفاش بش يحمي روحه يزمني أنا نحمي روحي وانتي تحمي روحك بش هكيكة دونك اللي يصير عليها الحجر الصحي يزمي يكون واعي هو اللي يلتزم أحنا بوعو كابلتوس ما نجموش نعملو كل واحد بحضيها شكوني عس عليها فهمتني ما شوية توعية شو آه غاعدين تحسيس فهموا المواطن اللي هو رو كيف يحمي غيره وعبارة حمي روحه أبريتو هيا معنا أنتي تحمي غيرك معنا عبارة حمي تروحك مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا في بلادنا وارتفاع عدد الموجودين يعني في الحجر الصحي مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها في تونس من قبل رئيس الحكومة ليسي الفخفيخ اليوم زيدا أنتم منشيرتكم كاكشيفة تونسية بالتعامل مع بلدية تونس قمتوا يعطيكم الصحة بيوم تحسيسي أو أنتم الآن بسدد القيام بهذا اليوم التحسيسي للحد من انتشار فيروس الكورونا هذا اليوم مواجه للمواطن التونسي كان تحدثنا أكثر وتعطينا أكثر تفاصيل لنبدأوا بالاسم وصيف ثامر عتيق مكلف بالأفواج في قيادة جهة تونس للكشافة تونسية في إطار خطة لمواجهة الكورونا قررت قيادة جهة تونس قيام بحملة مدة أسبوع بدأت من ولك البارح بالاتصال بوزارة الصحة وبلدية تونس أثمرت أنه اليوم ثم دورة تدريبية تعملها وزارة الصحة يشاركوا فيها سبعة قادة بلدية تونس تنظم الحملة التحسيسية متاع اليوم وتشارك فيها قيادة جهة تونس بأربعين قايد بش يدوروا على المواطنين في المقاهي وفي الشارع بش يعملوا الحملة التوعوية متاعنا غدوة كيف كيف عنا في الدوائر البلدية بالزهروني والتحرير والعمراء الأعلى والوردية حملة التحسيسية كيف كيف ونخطط موها إن شاء الله نهال لربع بحملة كبيرة في ساحة برشلونة بالتعاون مع ترونستو في الكيران في الميترويد في القطار في ساحة الموجيبالي في التشيئب والعشرية عنا حملة أخرى في شارع بورقيبة بالاشتراك مع وزارة الصحة عن بروجيكشون ودي دي بليون بش نوزعوه مع المواطنين الهدف أو الاهداف من هذا اليوم التحسيسي وكل هذه الحملة الهدف من الحملة هذه هي معناه التحسيس المواطن بخطورة هذا المرض وكيفية التفاعل مع المرض هذا والابتعاد عن المحاذير اللي بشنا يقع التذكير بها باش المواطن يبتعد على كل شبهة من شبهات هذا المرض عزين الشابي كيتب عام منظمة دفاع المستارك على منطقة ببحر كانت حدثنا عن اليوم التحسيسي هذا اللي يقام بمبادرة يعني من الكشفة التونسية بالتعاون مع بلدية تونس لتحسيس المواطن التونسي بخطورة انتشار فيروس الكورونا في بلد والله بالنسبة للفيروس الكورونا معناها التونسي هو اللي معناها يحافظ على روحه فهمت معناها فهمت هو يزم يكون عنده الوقاية يتبع معناها معناها القوانين تعوزارة الصحة ينحليهم الإشاعات أفهمت رأي قدرت الله رأي تونس لبس أما شنو نحافظ على روحنا شوفي تالي كيفاش معناها فهمت الحالة كيفاش كانت وكذا احنا توروا الوقاية خير معناها تصور معناها المسيجة في من انا من نتصور مني عمري معناها اربع سنين معناها عمره ما تسكرت المسيج هذه حالة معناها تعون الله غالب ربي معناها الوطن معناها كل إنسان يكون عنده مبادرة أي مواطن تونسي فهمت ايش نو المشكلة واحدة جفالة فهمت وكذا يعقم ويعقم ما فيها حتى شي وربي سبحانه معناها عنده حسنة معناها هذه كمانا يربحها فهمت في الدنيا والآخر ومان بشي منع معناها مواطن تونسي فهمت معناها من الكوارث ذي وإحنا الدولة معناها ضعيفة إن شاء الله وإحنا الدولة معناها فهمت وزارة الصحة قايمة وبواجبة الدكات ريختموا 24 على 24 معناها فهمت الحكومة لكلها متجندة وإحنا معهم كمشتمع مدنيين إحنا معهم قلبا وقالبا فهمت وإحنا الله ربي وفقهم اشتركوا في القناة